وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في طرابلس بعد أيام على تمديد عمل القوات التركية في ليبيا ثمانية عشر شهرا إضافية تمديد يحمل في طياته دلالة كثيرة استمرار تقديم الدعم العسكري والأمني لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا دعم تضمنه اتفاقية التعاون الموقعة مع أنقرة للارتقاء بالمنظومة العسكرية الليبية أهمية التعاون بين تركيا وليبيا وتأكد دعم تركيا لحكومة الوفاق الحكومة الشرعية وكذلك بالنسبة للمواصلة العسكرية نحن كما تعلمون لدينا اتفاقية موقعة مع تركيا في هذا المجال فهي تدعم هذا المسار تدعم الجهود المبدولة من أجل التدريب أهمية فرضتها مستجدات الأوضاع على الأرض مستجدات قد تقوض جهود الحوار السياسي بين الأطراف الليبية ما يفرض إجراءات لصد أي تصعيد محتمل من قوات حفتر إذا فرضت علينا الحرب فهذه المرة لن نكتفي بصد العدوان فقط بل بإنهاء أي مصدر للعدوان وهذه أمور في غاية الوضوح وغاية الأهمية وأيضا التنسيق سواء كان العسكري أو السياسي هي رغبة في العمل على تطوير العلاقة بما يخدم مصالح البلدين ويضمن تحقيق مزيد من فرص الأمن والاستقرار في ليبيا زيارة الوفود الرسمية التركية إلى ترابلس باتت مكثفة خلال الفترة الأخيرة زيارة تندرج في إطار استمرار التعاون القائم بين الجانبين تعاون هدفه دعم قوة حكومة الوفاق بهدف بسط سيطرتها على كامل الأراضي الليبية عبد الناصر خالد العربي ترابلس من جهته صرح آمير غرفة العمليات المشتركة في ليبيا اللواء سامة جويلي للتلفزيون العربي أن هناك دولا تدعم ما وصفه بالمشروع الانقلابي لحفتر وتسعى بكل جهودها لإفشال أي مسار من مسارات الحوار وقال أجويلي أن زيارة الوفد التركي تؤكد استمرار تركيا وثباتها في دعم حكومة الوفاق وأكد جاهزية قواته للتصدي للتهديدات الأخيرة التي أطلقها خليفة حفتر لكنه ناشد الليبيين بالكفي عن الانضبام له معنا من طرابلس الياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية سيد الباروني زيارة لوفد مصر رفع المستوى هي الأولى منذ ست سنوات تعقب زيارة لافتة لوزير الدفاع التركي ماذا تقرأ في هذه التحركات؟ نعم هنا زيارة خلوس إكار إلى ليبيا بناء على الدعوة من قبل دكتور سلاح نمروش وزير الدفاع الليبي هذا تصبه في إعادة تقييم ومراجعة الاتفاقية التنائية بين ليبيا وتركيا وخاصة عندما تحقق النصر وتحقيق التوازن ما بين القوات حكومة الوفاق الوطني وأيضا بين تنظيم الكرام الارهابي التي اجتاحها مدينة تارابلس وفي نفس الوقت أيضا يعادت ما تم تحقيقه خلال العام الماضي في مجال التدريب والدعم الليجستي للقوات الحكومة الوفاق الوطني وفي نفس الوقت أيضا ردة فعل للدول التي تدعم خليفة حفتر وفي نفس الوقت أيضا التصريحات التي أدل بها المتمرد زعيم الارهاب خليفة حفتر بأن تركيا تستطيع الرد في المكان المناسب أما في متعلق أيضا بالتغيير المواقف السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الليبية هذا يعطيك مغشر بأن المعطيات السياسية والعسكرية قد تغيرت على الأرض وفي نفس الوقت هنا رأت مصر أن تكون في خدم التغيير الحاصل في أي تغيير إذا كان حفتر يهدد باستئناف العمليات العسكرية ومصر تدعم حفتر ومصر غدا في طرابلس تبدو القصة بصراحة غريبة وغير مفهومة هنا تصريح خليفة حفتر بيوم 24 ديسمبر هنا زوبعة شبهها وزوعة في جنجال فقط يريد إرسال رسالة بأن يقول للعالم وأيضا يقول لحكومة الرفاق الوطني ولليبيين بأن حفتر لا يزال يمتلق الأوراق وبإمكان أن يكون عنصر فاعل في مجريات الحوار السياسي الذي ينعقد في هذه الآونة وفي نفس الوقت هنا مصر الآن تغيرت موقفها وخاصة متعلق به عندما وجهت دعوة إلى فتح بشاغة وإذن حكومة الرفاق الوطني وبدأت ترسل رسائل بأن مصر تريد تغيير موقفها وأيضا التخلي عن خليفة حفتر إذن باسم من يتحدث خليفة حفتر يا سيد البارولي؟ عفوا هل خليفة حفتر ينطق عن هواه؟ إذا كانت مصر كما تقول أنت قد غيرت موقفها هناك الآن تغيير في المواقف المصرية وأيضا هناك اختلاف بين السياسة الخارجية المصرية والسياسة الخارجية الإماراتية الإمارات هنا هي التي أصبحت الآن معولة وأيضا التي تحرك الدمية المتمثلة في خليفة حفتر وليس مصر الآن إذن هناك اختلاف في وجهات النطر ما بين مصر ودولة الإمارات مصر تريد تغيير موقفها تجاه حفتر وبالمقابل دولة الإمارات لا زالت مصر على ولكن سيد باروني الأسبوع الماضي خرجت أخبار وعقدنا عنها نقاشا طويلا أن فايز السراج أرسل رسالة عبر رئيس الوزراء الإيطالي إلى خليفة حفتر وبدأت محادثات بين الطرفين كيف نفهم أيضا ما يجري هنا نعم هناك العديد من الاتصالات التي تقوم بها حكومة الفاق الوطني نحو الدول الفاعلة في الأزمة الليبية والتي قد تلعب دور كبير وخاصة إيطاليا نعم نتاليا لها تاريخ طويل مع ليبيا وفي نفس الوقت أيضا تدد بالموقف الإيطالي تجاه الشرعية المتبتلة في حكومة الفاق الوطني ولكن الآن إيطاليا وضحت الرؤية بأنها تريد دعم حكومة الفاق الوطني وفي نفس الوقت أيضا تلتمس الطريق كيفية التخلي عن خليفة حفتر شكرا جزيلا لياس الباروني أستاذ العلاقات الدولية في طرابلس ترجمة نانسي قنقر